أكد وزير الدولة الإماراتي لشعور الخارجية الدكتور أنور قرقاش في تغريدات بحسابه على موقع تويتر أن الحوثي في تمسكه بالسلطة في صنعاء يسيطر على دخل الدولة والذي يقدر بين ثلاثة مليارات ونصف المليار إلى خمسة مليارات دولار سنويا مبينا أن الأموال تنفق على أحزابه ودعم الميليشيات الإرهابية وأوضح قرقاش أن الدراسات تشير إلى أنه وبرغم الحرب فإن استيراد السيارات وبناء المساكن لأحزابه يشهدان طفرة كبيرة وأن التمويل بطبيعة الحال من خزينة الدولة المنهوبة وكشف وزير الدولة الإماراتي أن ملامح النهب الواسع لمقدرات الدولة ستغدو واضحة بعد تصفية عناصر المؤتمر الشعبية وأن غطاء الشراكة السابق انكشف وستتضح التكلفة المالية لانقلاب الميليشي الإرهابية